شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة نفسات الجري الأمر الذي حدى بسموه للتوقف من أجل الراحة وحاول سموه بعد ذلك مواصلة الجري وبذل كل ما بوسعه من أجل إنهاء السباق لكن الإصابة عاودت سموه مرة أخرى ليضطر لإعلان انسحابه من السباق بعد خمسة كيلو مترات وتواجد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في السباق ضمن قائمة لاعبي ترايثلون المحترفين وهي المرة الأولى التي يتنافس فيها سموه مع محترفي ترايثلون وكان السباق قد انطلق في الصباح الباكر بمنافسات السباحة حيث تمكن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة من إنهاء مسافة مسابقة السباحة البالغة 1.9 كيلو متر بزمن وقدره 30 ساعة و51 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية لينتقل بعدها سموه إلى منافسات الدراجات وإنهاء المسافة بزمن وقدره ساعتان وخمسة عشرة دقيقة وثمان واربعين جزءا من الثانية ثم انتقل سموه إلى مسابقة الجري لمسافة 21.1 كيلو متر لكن سموه اضطر للانسحاب من السباق بسبب الإصابة بشد عضلي بعد أن قضى تجاوز سموه نحو خمسة كيلو مترات في الجري وقال سموه معلقا على السباق يعتبر سباق العالم من السباقات القوية جدا والتي دائما ما تحفل بمشاركة كبيرة وواسعة من قبل محترفي رياضة ترايثلون في العالم الأمر الذي يجعله من أصعب السباقات وأقواها من الناحية الفنية إنه أمر رائع أن تتواجد في السباق مع نخبة من أبطال العالم لتتنافس معهم على تحقيق النتائج الإيجابية بالإضافة إلى اكتساب المزيد من الخبرات والمهارات التي قد تعينك في المستقبل على الظفر بالمراكز المتقدمة وأشار سموه إلى أن كل الأمور الفنية كانت جيدة قبل السباق وأنه أنهى الحصص التدريبية بنجاح تام وتمكن من الوصول إلى الجهزية بعد خوض التدريبات في السباحة والدرجات والجري مضيفا سموه أنه دخل السباق بكل حماس أملا في تحقيق المراكز المتقدمة التي تؤكد التطور الكبير في المستوى الشخصي بالإضافة إلى تطور رياضة ترايثلون في البحرين وبين سموه أنه أنهى مسافة السباحة بصورة طبيعية وبعدها انتقل إلى سباق الدرجات ومن ثم انطلق إلى الجري إلا أنه أصيب بشد عضلي بعد حوالي أكثر من خمسة كيلومترات توقف قليلا بعد هذه الراحة وحاول مواصلة السباق إلا أنه لم يستطع بسبب تفاقم الإصابة والتي تبين أنها شد عضلي الأمر الذي دفعه للانسحاب من السباق توف بالتأكد بالعضل يعجب أن تشط باقود 100% لا يوسخ شكرا